أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري وخلال لقائه مع وزير خارجية النمسا أليكزاندر شالنبرغ على هامشي أعمال الدورة 79 للجامعة العامة لأمم المتحدة في نيويورك تناول الوزير عبد العاطي التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان مؤكدا على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وحضر من اتساع نطاق الصراعي في المنطقة وجرها إلى حرب إقليمية